الراديو تسعين تسعين هواها مصري أعزائي المستمعين مساء الخير جامعنا النهاردة هو مسجد زاوية الجيوشي بصفح جبل المؤطم وانت ماشي والقلع على يمينك تضرب عينك كده على جبل المؤطم تلاقي جامع بقبة ومئزانة فوق في الجبل مدهون أبيض جير أبيض كده للأسف إنما هو ده جامع الجيوشي وده عمره ألف سنة اتبع الخلفاء الفاطمين في سياساتهم الاعتماد على أجناس مختلفة في تأليف الجيوش وكان لهذا السبب أسوأ الأثر على أمن البلاد واستقرارها لأن التنافس كان بدأ يدب بين هذه الأجناس المتنافرة ولم يظهر هذا الخطر في عصر الخلفاء الأقوية ولكنه ظهر واضحا عندما بدأت البلاد تتعرض للأخطار الخارجية لما انخفض النيل سنة 457 هجرية أو 1066 ميلادية تقريبا استمر سبع سنوات والحقيقة الحكاية دي بتحصل كل فترة من الزمن اللي هي مذكورة أيام سيدنا يوسف إنه يعد النيل سبع سنوات شحيح والحقيقة إحنا من أيام السد العالي ما بقيناش بنحس به السبع سنوات العكاف اللي كانوا بيجوا كل فترة دول المهم في 1066 قلت الغلال وزادت الأسعار وأصبح أردب الأمح اللي بيقولوا عليه مثلا كان بخمسة جنيه بقى بألف جنيه يعني فرق الأمح والدقيق هذا الفرق الشاسع في عهد الخليفة المستنصر وعرفت هذه الشدة أو الأزمة بالشدة المستنصرية ويقال زي ما قايل المقريزي إن المجاعة وصلت إلى إن الناس أكلت بعض استنجد المستنصر بوالي عكا بدر الجمالي قال له تعالى الحقني الحقيقة اللي يقرأ فيه الموضوع دا يلاقي إن المسألة بس مش إن النيل آلل والمية شحة لا كان فيه فوضى وفتنة بين العسكر وهم في الحالات دي بيقفلوا النيل وما يخلوش المراكب تجيب الغلال والأكل من وجه قبل الوجه بحر يعني كان فيها فتنة سياسية أكتر منها مجاعة المهم نده بدر الجمالي لتدبير شؤون الدولة وليصلح ما فسد منها طبعا بدر الجمالي يجيه دخل على المستنصر لقاه بسلامته أصره منهوب تماما قاعد على الأرض على حصيرة غلبانة كده وفيه واحدة ست خيارة كده كان كل يوم تديله رغيف يعني إلى هذه الدرجة اتبهد المستنصر اشترك بدر الجمالي بقى على المستنصر قبل ما يجيه قال له هجيب معايا اللي أنا أناقيم من جنودي بالشام عشان أستغني تماما عن طواقف الجند المتنفسة في مصر ده دليل على أنه عارف إيه سبب المشكلة زي ما بقولكم قبل الخليفة الشروط ورحب بيها ركب بدر الجمالي من عكة ومعاه جنود بتوعه كتير جدا من الأرمن وغيرهم نزل على ضميات فضل ماشي لغاية معاصل إلى أليوب من أليوب بعد للمستنصر تاني قال له أنا مش هخش القاهرة إلا بعد قتل القائد التركي اللي كان سبب في فتنة العسكر وكان اسمه بلدكوش أبض عليه المستنصر فعلا واعتقلوا لغاية ما جه بدر الجمالي مين بقى بدر الجمالي؟ بدر الجمالي هو أبو النجم بدر الجمالي كان مملوك أرمني لجمال الدولة ابن عمار عشان كده عرف بالجمالي نسبة لجمال الدولة قاعد يشتغل جامد جدا كان مجتهد جدا ويعمل بجد وهمة لغاية ما تولى إمار الدمشق من المستنصر لأنه كان الخليفة في هذا الوقت ثم تقلد نيابة عك أول ليلة وصل فيها مصر أبض على جميع أمراء الدولة وقتلهم أقول لكم قتلهم إزاي بعد الفاصل عمل إيه بقى أبو النجم بدر الجمالي؟ عزم كل الأمرة بتوع الجنود في بيته على العشا والبيات بيتهم عنده وأمر جنوده بأن هؤلاء سوف يقومون ليلا لقضاء حاجتهم في الخلاء ما كانش فيه حمامات وهكذا كل من قام إلى الخلاء قتل واحد وراء الثاني وراء الثاني خلص عليهم أنا عم بقى على جنوده بكل ما يمتلكوا الأمراء من دار ومال وضيعي كل ليلة الواحد يأخذ اللي حالته لما طلع فجر اليوم التالي كانت رؤوس الأمراء الجند بين إيدين بدر الجمالي تحكم الجمالي في مصر تحكم الملوك ولم يكون للمستنصر عليه أي أمر ضبط الأمور في مصر كان شديد الهيبة والسطوة قتل من الجنود عدد كبير جدا ولكنه عمر البلاد وأصلحها بعد فسادها وخربها بقتل المفسدين منها أباح الأرض بقى للمزارعين دي أسكى حاجة عملها ثلاث سنين من غير ضريب قال للفلاحين ازرعوا وكلوا وبيعوا ثلاث سنين من غير ضريبة لغاية ما تحسنت أحوال الفلاحين أيامه واغتنوا والغلى والخير والخضار والفاكهة كتروا ومالوا البلد وعاد التجار إلى مصر لكسرة عدله بعد أن كانوا تركوها أثناء الشدة من أهم أثار في القاهرة الأبواب التلاتة القوية طبعا بصور القاهرة اللي هو باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة اللي أعاد بناءهم بالأحجار الضخمة وبنى صور القاهرة الحالي الضخم كانت مدته في مصر واحد وعشرين سنة اختلف المؤرخين على مكان قبروا فيهم اللي قال إنه مدفون فيه جامع جيوشي في المؤطة من اللي فوق اللي أنا بقول لكم عليه ده ناس تانية قالوا لا ده مدفون فيه ترب باب النصر اللي هي خارج باب النصر الله أعلم لغاية دلوقتي محدش أجزم بمكان دفن بدر الجمالي المسجد بقى وفيه ناس بتسميه الزاوية على قمة جبل المؤطم في مواجهة قلعة صلاح الدين وفوق جامع أخوه يوسف مباشرة يوسف أخو صلاح الدين هو طبعا الأقدم هو بدر الجمالي ويوسف جي بعديه عمل الجامع بتاعه تحته الزاوية دي بتطلع على منطقة القرافة الصغرى بتاعة الإمام الشفعي وبتطلع على نيل مصر القديمة هي عبارة عن مستطيل مقسوم مصين بالزبط متماثلين تماما خمستاشر متر عرض في تمنتاشر متر طول المدخل تحت المئزانة مباشرة المحراب مزخرف بنفس زخرفة الجامع الأزهر وسط القبة من جوه اسم محمد وعلي مكررين ثلاث مرات ده يا جماعة في كل جوامع الشيعية يعني تخش جامع الحاكم هتلاقي دواير في كل الجامع محمد وعلي محمد وعلي محمد وعلي كل الجوامع الشيعية كويس نص الجامع فوق فوقي قبة والآخر فوقي المئزانة يعني هو مقسوم اتنين النص في قبة والنص التاني في مئزانة شكله جميل قوي على فكرة مكتوب بقى تاريخ الزاوية منقوش على لوح رخام فوق المدخل الرئيسي على طول في خمس سطور منها انه انشأ هذه الزاوية مولى امير المؤمنين الامام المستنصر بالله امير الجيوش في محرم ربعمية تمانية وسبعين او الف خمسة وتمانين ميلادي خلصت حلقتنا والجامع بتاعنا النهاردة نتقابل بكرة ان شاء الله على كل خير